الأغلى محاولاتنا في تطوير القراءة تفشل بسبب أغلاق مديهية زي أنه أقرأ بصوت عالي لأنه أنا الآن بحس نفسي قاعد أقرأ مع أنه بالفعل أنا قاعد أتعلم النطق الكلمات اللي هو جزء من المحادثة أو بالتالي أنا ما قاعد أطور القراءة بشكل كامل ففي هذا الفيديو حشاركك تسع نصائح غيرت مستواعي بالكامل في القراءة أسرح في القراءة، كيف تفعل؟ أنا عبد الرحمان حجازي واللي منكم جديد هنا قصتي بدأت من الصفر and now I can speak English fluently وفي هذا القناة أتكلم عن أقوى الطرق ليساعدتني أختصر تعلم الإنجلش فنصيح الأولى أقرأ بالجولات الثلاثة فلما مثلاً تقرأ حاجة فأبغاك تقرأ صفحة كاملة حاول عادي ما فهمت It's okay أنا محاول أقرأ 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 أكمل صفحة الحمد لله خلص التجول الأولى أدخل على الجولة الثانية جولة الفهم الآن هذه الصفحة أبغى أكون فاهمة ما أبغى أجمع كلمات ما أبغى ترجم كل شيء لا استوعي بالعشرين بالمئة فهنا ستقرأ ببطء هترجم إذا حتجت ما يحتاج تحفظ ما يحتاج تسوي شيئا معقدة بس يعني إيو هتكلم عنها قدام شوية بعدها هتدخل في الجولة الثالثة جولة الإتقان الآن هتفك تقرأ نفس الصفحة بدون أي مترجمات بدون أي حاجة مساعدة وبسرعة أقصى سرعة تقدر عليها باستيعاب بدون ما ترجم هذه الطريقة راح تضمن لك أنك هتلاقي فرق ملحوظ بين الجولة الأولى والجولة الثالثة مع أنه هي بتسويها بنفس الطريقة بدون أي مترجمات بدون أي مساعدات نصيحة ثانية أقرأ روايات وهذه نصيحة ممكن تبدو أنها غريبة عبد الرحمن ليش ما أقرأ كتاب يغير حياة زي كتاب 7 هابتس of highly effective people اللي هو يقول لك كيف تغير حياة و تطور ممكن تكون شغفك في هذا المجال و شغفك في كتب مشابهة لكن قبل ما تقرأ هذا الكتب أو عشان تقرأ هذا الكتب لازم تقرأ هذا الكتب اللي عبارة عن روايات مخصصة لمستوى متعلمين اللغة الإنجليزية فالميزة فيها أنه أنت الآن بتقرأ أحداث و روايات ما قعد تقرأ معلومات و كلام والخيال دائما يبقى معانا لفترة أطول بكثير جدا و دائما نتذكر القصص اللي حتى أخذناها قبل 60 سنة وتأثيره على المخ حرفين رهيب لأنه فيه ما ستساوه في 2013 في مجلة Brain Connectivity وتكلموا فيها أن القراءة الروائية بتأثر بشكل كبير على توصيل الشبكات العصبية في المنطقة المسؤولة عن اللغة و الذاكرة فهذا معنا صح هذا حيأثر في حياتك أكثر بس هذا حيأثر في لغتك أكثر إن تختار وهذا حتلاقي اهتمال أنك تستسلم بسببه وهذا كانصر لي من قلت لا أنا أقرأ كتب حتى تساعدني وتساعدني في حياتي ومستقبلي أضرب عصفورين بحجر المشكلة أن رميت الحجر بس العصفورين كلهم ضاروا النصيحة الثالثة أقرأ لشي ناس بمستواك الناس لما يقرأوا لحاجة صعبة ومستواها معقد يفصلوا ويحسوا الموضوع تقيل كل شوي يحتاجوا وترجم 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 وترجموا وفجأة يحس الموضوع بدأ يتقل وتحس أنها قاعد تطفش وقاعد تضيع وقته وما قاعد تستفيد وفجأة الموضوع صار زي كانك أنت قاعد صرت مترجم وقاعد تنطم من مكان لمكان الآن بدل ما إنك تقرأ حاجة أنت فاهمها بنسبة وهذا تسميه ميزان الصعوبة أنت ما تبغى تقرأ لشي تافه وانت فاهم كل حاجة فيه وتحزك عن تقرأ لشي لطفلك مثلا ولا تبغى تقرأ لشي صعب ومعقد ولا صراحة أستخدم طريقتين عشان أختبر هذا الشي إذا أنت الآن أصلا في مكتبة وانت ما أنت عارف هل هذا الكتاب يناسب مستوايا أفتحه في النصف أقرأ الصفحة الأولى السبب السياق فيه شي حتى تكون ما هي معروفة بالنسبة ليك لكن لغويا هل الموضوع صعب جدا يعني من ناحية هل فيه أكثر من عشرة كلمات جديدة عليك إذا إيوى غالبا هذا صعب جدا بالنسبة لي والعكس إذا كريت الصفحة وما فيه ولا شي جديد عليك والموضوع تافه قفلوا وروح دور في الكتاب التالي والطريقة التالية من البعض الحين صعب أنك تروح تقرأ كتاب كتاب وبالتالي في عندك كتب أوكشفرد عسمي مثال مقسمة لمستويات فأنت عليك تعرف مستواك أصلا وبناء عليك تشتري الكتاب لتناسب مستواك مفضل طريقة عشان تعرف فيه مستواك موقع 13 إنجليش فأقل من 13 دقيقة تديك مستواك تقريبيا والمصادر اللي تناسبك بنفس الوقت بشكل مجاني وغير رواية أوكسود بوكورمز فيه رواية ثانية مدرجة حسب المستويات وغيرها عندك موقع ستوري نوري عندك موقع ريثيوري هذه الشي اللي يميزه آخر اثنين أنه مصادر مجانية بالكامل وتناسب المستويات المبتدئة والمتوسطة أنا صيحة رابعة لا ترجم كل كلمة لو سمحت لأنه إذا جاءت لك كلمة وإنت من السياق صرت تفهمها يكفي فحط مجال التخمين من السياق إذا أنت فهمت آه أنا فاهم مش قصي خلاص ما يحتاج تترجم يعني لا تخلي فيك هداك الفضول للمعرفة لأنه هذا حيبطئك يعني ممكن أنت تحفظ كلمات في وقت آخر لكن وقت القراءة ركز على القراءة ركز على استيعاب فهمت المعنى؟ أنت فاهم ماذا قاعد يصير حتى لو كلمة جديدة كمل 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 لما تجي لك كلمة صعبة وتحس أنك ممكن مرة تجاهلتها ومشيت يعني ممكن خمنتها سياقين بس المرة اللي جاية جاءت لك كلمة وقيت لا إخي ما في مفر لازم أعرف معناها عشان أفهم القصة هذه وقتها راح تترجم وهتترجم فقط ترجم وكمل ما يحتاج تكتب وتحفظه مدري أشو تسوي 60 ألف خطوة النصيح الخامسة فاعل وضع تركيز بجوالك حتى لو قاعد تقرأ من ورقة وتقول عبد الرحمن الجوال ما سيسوي لي؟ يا إنك تحط الجوال في غرفة ثانية وهذا طبعا الأفضل بس أغلبنا ما هو قادر وأنا ما أقدر صراحة أكثر شي يسويه أنه أروح زمان كنت أحط وضع طيرا لأن عندنا فوكس مود في الاندرويد أكيد في أشياء مشابهة وقوية بشي زكدة فألان أحطها وحطها كده وبنفس الوقت أتطمن أن فوكس مود ما يقفل لك الجوال لا تصبح منقطع عن العالم لأ إذا حطيت في بعض الكنتاكتس عندي إنه إذا ما متصلت عليها حتى لهو فوكس مود لازم يقطع عليه ويرن الجوال وعشان أنت به أشياء يصير وعلى فكرة إذن الجديدة هنا ممكن تشترك في القناة لأنه قاعد نزل محتوى قوي وشارك فيه التكنيكات والطرق التي اختصرت عليها تعلم الإنجليش فإيضا نصيحة سالسة إقرب دون صوته أنا أدري في نسبة من الناس بدأت تكرحني على الإنترنت بسبب هذا النصيحة أنا متفهم جدا نصيحة إنه إذا قاعد تقرب صوت قاعد تضرب على صفور يمحجر قاعد تقرب بنفس الوقت بساعدك تركز بنفس الوقت قاعد تتعلم كيف تنطق بس إنت ما قاعد يطور مهارة القراءة وأبسط دليل أو مثال أنا قاعد أمشي عليه في حياتي إنه أنا ما أقرأ كتاب باللغة العربية وقول الكتاب الشابتر الباب السادس في هذا اليوم أنا ذهبت إلى السوق طب ليش لو أحس النطح حقك في العرب إيش المشكلة إخي؟ إخي أنا أقرأ أنا أقرأ بصوت عالي فتأثير لما تقرأ بصوت قراءتك بتكون بطيئة جدا طبعا الناس المستواهم تأسيسي أستثنيهم الناس اللي في الآن بيطور رغتهم في مستواهم تأسيسي صفر وقتهم ممكن تتاجينك تتعرف تنطق بس هذه مو بالضرورة لازم نسويها وقت القراءة هذا الشيء ممكن تسويه وقت الاستماع هذا الشيء ممكن تسويه وقت المحادثة هذا الشيء لما تسويه لما تحفظ كلمة تحفظ كلمة شوف نطقها أتعلم نطقها لكن لما أنا في هذا الفيديو قاعدين نتكلم كيف أقرأ كيف أقرأ بسرعة كيف أقرأ في العمل بشكل سريع كيف أطور قراءتي والقراءة ما هي معتمدة على الصوت القراءة معتمدة على السرعة والاستيعاب فقدما قريت أسرع قد ما كان أفضل لك لأنك هتقدر تخلص أكثر تقدر تطور رغتك أكثر فهي تستهلك طاقة ومليها أي لزمة في القراءة وأنا أحب أن نركز على مهارة مهارة لأن التركيز يدين نتاج أكثر من الملتي تاسكين نحاول نضرب ثلاثة عصافير بحجر واحد النصيح السابع أخلي القراءة روتين وهنا قبل اليوم كنت أتكلم مع جديو وكان ينصح بحاجة قال عبد الرحمن إذا اشتهت وثبت الوقت فالوقت يخليه غصبا عنك تسويه اللي الآن نحن نسميه روتين يعني إذا انت اشتهت وبدلت مجهود في الروتين الروتين لما يتبني هو اللي حيدفك مو أنت اللي حتدف الروتين لأنه إذا كل يوم نتعود بالضبط مثلا وأنا بطلع من الدوام أنا حفتح الكتاب هذا فتحس أن الطاقة اللي الآن بتديها هي فقط حاجة واستثمار يعني صغير المدى ما هو طويل المدى أو قصير المدى فالآن أنا بجتهد بدي طاقة بدي طاقة عشان لازم أقرأ لازم أقرأ كل يوم الساعة خمسة وكل يوم مثلا وقت البريك لازم أقرأ صفحتين مجهود مرة كبيرة لكن فترة الباقية هي فقط تحتاج أنك تحافظ على الروتين والمجهود والطاقة اللي بتكون مطلوبة عشان تستمر بتكون بسيطة والالتزام بيكون أسحل بمراحل كثير جدا وبالتالي عليك تحدد كذا نسميه هدف بسيطة الروتين ما يكون بأشياء كبيرة إذا في يوم انت بتحمس الروتين ما هو عبارة عن حماسة الروتين عبارة عن حاجة بسيطة تسويها كل يوم حاجة بسيطة سخيفة فأحدد لك مثل صفحة كل يوم صفحتين خمس صفحات وحدد لك وقت فحدد كمية بسيطة كمية سخيفة وحدد وقت ثابت مستقر تسويه حتى في الأيام اللي ماليك جوزة كده زي أشياء ثابتة في يومك يعني لما مثلا أنا بالنسبة لي لما كل يوم أرجع من المكتب لما كل يوم رايح للمكتب هذي شي أسوي يعني كل يوم عمل بيصير إلا في أيام يعني قليلة جدا النصيحة تامة أقرب سرعة لأنه قدما قريت أسرع قدما قدرت تغطي وتقرأ أكثر وقدما قررت أكثر قدما لغتك بشكل عام تطورت مو بس القراءة وأفضل طريقة أنك تستخدم القلم أو أي حاجة وحتى أصبعك عشان تقرأ وتحرك القلم أسرع من حركتك الطبيعية فهذا بتدرب عينك أنه يتحرك أسرع وبنفس الوقت يجبر مخك أنه يزود سرعة القراءة هذي وإذا أنت من الناس عندك فضول لأنك إيش سرعة قراءتك الآن تقدر تروح لموقع freereadingtest.com وتشوف كم سرعة قراءتي وتقرأ بهذا الطريقة وتمشي عليها سبوع وبعدين نشوف هالقراءات تحسنت ولا لا والنصيحة التاسعة بسطها يعني ما تلاحظوا أن قلت لك أقرأ كل يوم ستين صفحة لازم تقرأ بشكل كثير أهم الشيء إنك تقرأ سواء هذا كانت 3 صفحات في اليوم سواء كانت 20 صفحات سواء كتاب كامل في اليوم حاول إنه ما تعقد الموضوع بزيادة حاول إنك ما تقرأ أشياء صعب مثلا أنا بالنسبة لي هذا الرواية سخيفة طب إذا في حال تاني في عندك رواية تانية أقرر رواية تانية ما أبغى أقرر هذا الشيء فبسطها أهم شيء إنك تقرأ وأهم شيء إنك تقرأ بشكل منتظم ومستمر وأنا أفضل بسلوب أوازن بي يعني الأشياء الكمالية والإضافية بين الأشياء الأساسية إنه نقول هذه أشياء اختيارية إذا تسهلت الأمور أنا أبغى أفضل إنه أقرأ في الصباح في البيت في مكان هادي معاكم معاكم شاي مع الأسلوب حقي البيئة المثالية بس هادي يسميها هادي ما أحطها في مخي كشروط عشان أقرأ أقول أهم شيء إنه أقرأ حتى مو إني هطيت لي باك أب يعني إذا ما عندي كتاب ورقي عندي كندل أقدر أقرأ عندي بيدي أو اللي هو فبقرأ من الجوال أقدر أقرأ أهم شيء أقدر أقرأ حتى إنه مسافر فأنا عندي شيء معين أقدر سويا ما عندي الكتاب أقدر تعامل أقدر تصرف يوم مشغول فيه ممكن أقرأ بنفس سيارة فعنده أشياء أساسية اللي هي البساطة بكل بساطة أنك تقرأ وفي عنده أشياء اختيارية إذا تقدر تكون مركز إذا تقدر تكون في المكان إذا تقدر تكون في غرفة مفاصلة إذا تقدر تكون مصح صح لكن إذا يوم ما فيك طاقة تستس أوكي همشي إنك تقرأ هذا الشيء الأساسي فشكرا على مشاهدتك إذا عجبك هذا الفيديو ممكن تستفيد من فيديو تكلمت فيه عن خطة مكثفة لتطوير الإنجليش في 30 يوم فسبحانك وحمدك وشكرا على السلامة بإليك ومع السلامة بإمان الله اشتركوا في القناة